موسيقى أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة الخامسة من العربية التي نستهلها بأبرز العنوي 35 عملية استهداف نفذها التحالف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب أوقعت 200 قتيل وبريطانيا تتحدث عن الفرصة الأخيرة أمام إيران لإنقاذ الاتفاق النووي في بيين وزراء خارجية مجموعة السبع يحذرون روسيا من عواقب وخيمة في حال هاجمت أوكرانيا ودراسات تظهر أن الجرعات التعزيزية والإصابة المسبقة بكورونا لا تحمي من متحور أميكرون لكنها تخفف من الأعراض موسيقى أهلا بكم أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 35 استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال آخر 24 ساعة التحالف أكد أن الاستهدافات دمرت 21 آلية عسكرية وكبدت الميليشيات خسائر بشرية تجاوزت 200 عنصر كذلك أعلن التحالف عن تنفيذ ثلاث عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين مشيرا إلى أنها دمرت آليتين عسكريتين وتسببت في خسائر بشرية تزيد عن 15 عنصر ينضم إلي من مأرب الآلي مزيد من المتابع موفد العربي أحمد بقاتو أحمد أهلا وسهلا بك شريط الأحداث الميدانية اليوم أحمد وأين تتركز المعارك؟ نعم طالب المعارك الأقوى تتركز في الجبهة الجنوبية لمأرب تحديدا منطقتين العيرف وأيضا أطرف الجبل البلق الشرقي حيث تحاول ميليشيا الحوثي التي تقدمت خلال اليومين الماضيين تحاول التقدم واستحواذ على مناطق استراتيجية وحاكمة لكنها تقابل بصورة مستمرة بإطلاق نيران قوي من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة وبأيضا من استهدافات طائرات التحالف لها عشرات القتلى والجرحى يسقطون يوميا بالأمس وحتى ساعات الظهيرة كان هناك اشتباكات قوية وكان هناك اطلاق مدفع متبادل بين كلا الطرفين في الجبهة الجنوبية التي زرناها اليوم وهي الجبهة التي تريد ميليشيا الحوثي إحداث صغرة فيها أو استحواذ على أي مناطق استراتيجية أو هامة في هذه الجبهة تحديدا الجبهة الجنوبية أيضا هذه الجبهة شهدت وصول تعزيزات للقوات الجيش الموجودة فيها من محور أزال موجود في صعدة التعزيزات فقط 30 إلى 40 عربة عسكرية أو عدد كبير من القوات التي جاءت مساندة لقوات الموجودة في هذه الجبهة الجبهة الغربية أيضا شهدت اشتباكات ما بين ميليشيا الحوثي وما بين قوات الجيش الوطني والمقاومة وأسفر ذلك عن تدمير طقمين وتدمير أيضا آلية عسكرية هذه الاشتباكات كان المحور الأبرز فيها في الجبهة الغربية هو التبادل لإطلاق النيران والمدافع بين كلا الطرفين لكن يبقى الأهم هو الدور الهام الذي تقوم به قوات التحالف وطائراته باستهداف أي تجمعات أو محاولات للتقدم من ميليشيا الحوثي التي ترى أن الجبهة الجنوبية الآن هي الأهم وهي المعركة الأخطر والأقوى والأشرص بالنسبة لها وهذا ما رأيناه بالفعل وجدنا على العديد من آليات هنا أحمد فقط لنفهم المشاهدين كونك أنت أقرب إلى المشهد عمليا أين تتقدم قوات الشرعية وأين تواجه مقاومة شرسة نعم قوات الشرعية تقدمت في جبهة بيحان وعسيلان وستلت على بعض المناطق في هذه الجبهة أيضا في الجبهة الجنوبية الغربية كانت تستحوذ على بعض التباب مؤخرا حدث تقدم بسيط لصالح قوات ميليشيا الحوثي التي تريد السيطرة على جبل البلق الشرقي لكنها وفق القيادة العسكرية والمصادر العسكرية الميدانية تقول أنها لم تستطيع السيطرة على ذلك أو على هذه المنطقة الاستراتيجية كونها تريد الوصول والدخول إلى عماق مارب لكن هذا ما يروجه إعلام الحوثي الاشتباكات كانت قوية وشلسة في المنطقة المفتوحة وتحديدا أطراف الجبل البلق الشرقي وأيضا منطقة الرملة وجدنا العديد من المدرعات والآليات العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي دمنا بالطبع لكي نكون واضحين هناك قتلة وجرحة في صفوف قوات الشرعية لكنها لا تقارن عن إطلاق بالقتلة والجرحة في صفوف الحوثيين هم يدفعون بأنساقتل وأنساق وبصورة كبيرة حتى أن القيادات الميدانية التي التقيناها ونلتقيها بصورة دائما تستغرب من هذا الكم الكبير من المقاتلين الذين يدفعون بهم في مناطق مفتوحة في بعض الأيام اليوم كان هناك ستين جثة تحدث عنها قائد ميداني وقال أنها موجودة في الصحراء المأرب الجنوبية هذه الجثث وهذا الكم الكبير من المقاتلين يستغربه حتى القوات الموجودة والمرابطة في جبهات جنوب مأرب لذلك أقول لك أن هذه المعركة تعتبر هامة للغاية بالنسبة لميليشيا الحوثي التي تريد إحراز أي انتصار في هذه المنطقة خاصة وأنها بصورة مستمرة وخلال الأيام الطويلة الماضية منية بالعديد من الخسار لذلك تقوم بإطلاق بين حين وآخر تقوم بإطلاق الصواريخ والمسيرات تجاه المدينة وتجاه السكان وتجاه أيضا النازحين أحمد باقاتو دائما شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة والمتابعة مفاد العربية إلى مأرب أكدت وزيرة خارجية بريطانيا ليز تراس خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع أن أمام إيران فرصة أخيرة للعودة للاتفاق النووي في فيينا وأن بلادها لن تسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيرووك حذرت أيضا خلال اجتماع وزراء خارجية الدول السبع من نفاذ الوقت لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ومن المتوقع أن يطالب وزراء خارجية المجموعة السبع في بيان مشترك إيران بأن تخفف من برنامجها النووي وأن تغتنم فرصة محادثات فيينا أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس الأمريكيين أنه حدد موعدا نهائيا للوقت الذي سيحتاج فيه الجيش الإسرائيلي لاستكمال الاستعدادات لشن هجوم على إيران اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع أذهب إلى لندن ينضم إلي أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أحمد عجاج دكتور أحمد أهلا وسهلا بك إلى نشرة الخامسة من العربية منذ ثلاثة أسابيع وتل أبيب تستعرض عضلاتها وتقول إنها ستضرب وستستهدف المفاعلات الإيرانية طهران ترد تهدد وتتوعد بمحو إسرائيل وإعادتها إلى العصر الحجري وكل ذلك من هذه المصطلحات هل فعلا اقتربنا إلى المواجهة المباشرة أم لا يعني كل هذا الكلام يستطن أن الطرفين لا يريدان مواجهة على مذهب يعني اللي بده يضرب ما بيهدده ما بيتوعد صحيح يعني هذه التصريحات التي نسمعها هي بداية لبدء حوار لأن هناك المرحلة يعني مرحلة الصبر على إيران وصلت إلى نهايتها لأنه توجد خناعة في الدول الغربية أن إيران تتباطأ في العودة إلى الاتفاق النووي وتتباطأ أيضا في الرد على اقتراحات الدول الأوروبية وبالوقت ذاتي تطور أسلحتها لذلك هم يقولون لها الآن يعني فرصتك الأخيرة كما قالت وزيرة الخارجية وبدأوا يغضون الطرف عن التصريحات الإسرائيلية التصريحات الإسرائيلية لا يمكن أن تأتي في معزل عن الرأي الدول الغربية في ذلك لأنه نحن لاحظنا عندما كانت المحادثات تسير بطريقة ممتازة لم يكن هناك أي تصريحات إسرائيلية لأن هناك خوف غربي من أن إيران قد لا تعود إلى الاتفاق النووي بالطريقة وبالأسلوب وبالأهداف التي يريدها الغرب لذلك هم سمحوا لإسرائيل أن تصعد كإيذان ويعني رسالة تحذير إلى إيران بأن إسرائيل جاهزة وإذا كنتم يعني تقصد الحكومة الإيرانية تراهنون على أن الغرب ليس لديه يعني القوة والإرادة بسبب انشغاله في قيادة دولية فإسرائيل جاهزة لتنفيذ هذه المهمة واعتقد أن الإيرانيين يفهمون هذه الرسالة جيدا ولذلك هم يصاعدون ويهددون لكن أعتقد أن التصعيد الإيراني في المنطقة لن يؤذي إسرائيل بل قد يؤدي إلى محلال النفوذ الإيراني في المنطقة ما الضامن ولكن دكتور أحمد في المقابل ما الضامن بأنه قد تنفلت الأمور بشكل أو بآخر إلى مواجهة مباشرة على الرغم من أنك تقول أن ما يجري هو على مذهب اشتدي أزمة فارجي وأن ما يجري هو جزء من عدة التفاوض طبعا عندما تهدد إسرائيل والغرب يسكت عن هذا التهديد بل على العكس نرى أن هناك اجتماعات والتنصيق قوية بين الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية ونظيرتها في إسرائيل كل هذا يؤشر أن هناك خطة لهذا الأمر وأن التصعيد في حال حصل فطبعا ستكون هناك كوارث في المنطقة لكن في النهاية هذه نتيجة طبيعية للحروب والخاسر الأكبر في نهايتها سيكون إيران ليس لأن إيران هي إيران بل لأن موازين القوى لا تميل لصالحها هناك دولة إسرائيلية كبيرة لديها من الأسلحة والتكنولوجيا والتطور ما يكفي ووراءها أعظم دول في العالم لذلك في المعادلة التي تستند إليها إيران بأنها يمكن أن تعتمد على الصين أو روسيا فأنا أعتقد أنها خاسرة لأن عندما تبدأ الأمور في هذه المرحلة وتبدأ بمواجهة فأن لا روسيا من مصلحتها ولا رصيم من مصلحتها بس دكتور أحمد تعرفون لا أحد يقلل من دور وحجم إيران ونفوذة وتحديدا أذرعها في المنطقة نعود إلى السؤال المركزي هل يستطيع الشرق الأوسط والعالم تحمل حرب ومواجهة من هذا القبيل أم لا هذا من شبه المستحيلات يعني هذه خطوط حمراء لا يمكن لا لإسرائيل ولا لإيران ولا لأي طرف تجاوزها يعني هناك فهم الآن في الغرب أن الحرب طبعا هي خطيرة وضارة بكل دول المنطقة لكن هناك إجماع وقبول لدى كل دول المنطقة ومنها دول الشرق الأوسط أن ترك الأمور على ما هي عليه سينظر بعواقب أكبر وأخطر بكثير لأن إيران وهي لا تملك السلاح النووي تفعل ما تفعلها فتصور لو أن لديها سلاحا نوويا وأسلحة بلستية توصل هذه الأسلحة إلى الأماكن التي تريدها فعندها ستصبح الأمور أكثر خطورة لذلك هو الإنزار الأخير الذي وجونا لإيران تعالي ونتفاوض ونتجنب الحرب التي أنت ستتأزين منها ونحنك في المنطقة الشرق الأوسط وتحل هذه القضية وفي حال الرفض فأنا ليس أمامنا إلا الخيار وهو الحرب من لندن أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أحمد عجاش شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وفي موضوع الأزمة مع أوكرانيا جدد وزراء خارجية مجموعة السبع التزامهم بدعم أوكرانيا في مقابل ما وصفوه بالعدوان الروسي وفي بيان الوزراء الخارجية الذين يجتمعون في ليفر بول حذر الوزراء روسيا من اللجوء إلى العنف مع أوكرانيا وأن هذا النهج ستكون له عواقب وخيمة الوزراء أكدوا أن لأوكرانيا الحق في اختيار مصيرها بعيدا عن التدخل الروسي هذا وشددت وزيرة خارجية بريطانيا ليستراس خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع على أن كافة الخيارات مطروحة للتعامل مع روسيا إذا هاجمت أوكرانيا وأن موسكو ستواجه عواقب وخيمة كنا واضحين في حال هاجمت روسيا أوكرانيا ستواجه عواقب وخيمة الخيارات كافة مطروحة للتعامل معها وجهنا اليوم رسالة للعالم بأننا نقف إلى جانب الحرية والديمقراطية وندعم الشعوب كافة كي تعيش بحرية بعيدا عن القمع أذهب إلى ليفر بولي مزيد من المتابعة مرسل العربية مصطفى زارو يتابع هذه الاجتماعات عن كثب مصطفى أهلا وسهلا بك قبل أن أسألك عن الموضوع الأوكراني بالنسبة إلى موضوع مفاوضات فيينا هل لمست أن مجموعة السبع متشائمة تماما حتى الساعة من نتائج هذه الجولة من المفاوضات في فيينا يمكن اعتبار ذلك لسبب بسيط وأن الجانب الإيراني يبدو ليست لديه رغبة فعلية للعودة إلى المفاوضات وفق الاتفاق الذي تم توقيعه عام 2015 وبالتالي تتزايد الضغوط على طهران لإخضاع إيران لقبول هذه المفاوضات بشكلها الحالي وخصوصا وأن ما قدمته طهران من مسودة تعديلات هي ترجع المفاوضات إلى أكثر من ستة أشهر وبالتالي فإن التحذير وزراء هو تأكيد لسعي المجتمع الدولي والقوى الست التي وقعت على هذه الاتفاقية النووية مع إيران جادون في التعامل معها ورغم بالرغم من أن هناك ضغوطات لفرض المزيد من العقوبات على إيران إذا ما أخفقت الدبلوماسية في تحقيق ذلك وحتى الحديث عن استهداف مواقع لمنشآت نووية إيرانية ولكن هذا بالطبع كان يقتصر فقط على الجانب الإسرائيلي في مفاوضاته ومباحثاته مع الجانب الأمريكي بالنسبة إلى الموضوع الأوكراني وهو الموضوع الأول الذي يشغل الأوروبيين الآن مصطفى هل لماست من التصريحات والمواقف التي سمعتها من زعماء دول مجموعة السبع؟ تحديداً تصريحات الوزيرة الخارجية البريطانية أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التصعيد مع موسكو وأن بوادر أو نوافذ الحل يعني تغلق أو ستغلق بشكل نهائي في الحقيقة وأن المجتمعين من مزراء خارجية مجموعة السبع قلقون جداً من حدة التوطر والدة دعوا موسكو إلى محاولة تخفيف هذا التصعيد في وقت تحشد فيه القوات الروسية يعني محتشدة على طول الحدود مع أوكرانيا وهذا ما دفع المجتمعين هنا وأيضاً بقية الدول الغربية بإصدار تحذير للجانب الروسي في محاولة لإقناعهم على الأقل وتهديدهم بعقوبات العقوبات هي فقط ستكون عقوبات سياسية ولربما اقتصادية لكن يجري العمل الآن مع الجانب الأوكراني لتقديم مساعدات مالية ومساعدات أمنية وأيضاً تعزيز القدرات العسكرية نعرف بأن هناك مساعي أيضاً لتقليل الدعم والتقليل الاعتماد بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية من قبل توفير ما يمكن توفيره من قبل مختلف دول الاتحاد الأوروبي وخاصةً وأن هذه معضلة كبيرة تواجه الحدود للاتحاد الأوروبي وأيضاً بالنسبة لنيتو الذي حذر من هذا الحشود المتزايد على الحدود الأوكرانية الروسية التي تزيد على أكثر من 100 ألف جندي روسي من ليفر بول مراسل العربية مصطفى زارو دائماً شكراً جزيلاً لك مصطفى على كل هذه المتابعة في المقابل انتقدت رئاسة روسية الهجوم الذي تتعرض له موسكو من الغرب بسبب تحريك قواتها داخل حدودها وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين أن بوتين أكد لبايدن خلال اللقاء الذي جمع بينهما قبل أيام أن القوات الروسية لا تشكل تهديداً لأحد مشيراً إلى وجود اختلاف كبير في المفاهيم بين روسيا والولايات المتحدة فيما يتعلق بالخطوط الحمر بالنسبة لروسيا أذهب إلى موسكو لمزيد من المتابعة أيضاً ننضم إليه من هناك المحلل السياسي يفغيني سيدروف سيد يفغيني أهلا وسهلاً بك انطلاقاً من التصريحات والمواقف التي سمعناها من ليفر بول تحديداً اجتماعات دول مجموعة السبع هل يمكن القول أنه كلما تقدم الوقت كلما اقتربنا أكثر فأكثر إلى المواجهة التي سيكون مسرحها الأراضي الأوكرانية أم لا المواجهة ليست في حسابات موسكو بتاتاً نعم مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين تماماً كما تفضلت المواجهة ليست في حسابات موسكو ولم تكن ذلك مثل هذه الاحتمالات أبداً حسابات لروسيا سواء الآن أو في الماضي أو بالنسبة للمستقبل القريب الحقيقة أن روسيا تخشى من إمكانية احتمال المزيد من القواعد العسكرية الأمريكية والأفواسية على مقربة مباشرة من حضولها بحيث أن زمن وصول الصواريخ من هذه القواعد وغيرها سوف يقدر بدقائق وبالتالي أمن روسيا القومي سيتعرض للقطر يعني الذي تطالب به روسيا الآن أمر شرعي تماماً وليس لا يمكن اعتباره تدخلاً مثلاً في شؤون أوكرانيا الداخلية بس سيد يفجيني سيرد عليك البعض ويقول إذا كانت روسيا لا تضع في حساباتها مفهوم المواجهة إذن لماذا تحشد كل هذه الألوف المؤلفة من جنودها يعني مئات الألاف من الجنود على الحدود وتكشر عن أنيابها كما يقال لا أولاً الأرقام التي تريدها المصادر الغربية حول حصود ضخمة للقوات الروسية مبالغ فيها تماماً لأنه في الحقيقة كما يقول خبراء مستقلون في شعود العسكرية عدد هذه القوات أقل بكثير مما كان عليه في التقارير الغربية على سبيل المثال هذا أولاً ثانياً روسيا تعتقد بأن أوكرانيا الآن تستعد لغزو منطقتين أو إقليمي دونسك والوغانسك الانتصاليين الذين يشكل الروس الأكثرية بين سكانها وهذا يعني أن خطراً سوف يتعرض له جميع سكان هذه المنطقة بالتالي روسيا على استعداد للتصدي لأي هجوم أوكراني على هذين المنطقتين بدلاً من محاولة أوكرانيا التمسك باتفاقيات مينسك وأخذ بعاني الاعتبار مطالب هذين الاخليمين وبالتالي تحقيق التصوية السياسية حول هذا الموضوع سيد يفجيني إذا كانت موسكو تريد ضمانات ضمانات من أوكرانيا البعض يقول لك لا المفروض روسيا أن تعطي ضمانات لأوكرانيا بمعنى أن أوكرانيا وكيف هي الطرف الضعيف وليس موسكو طبعاً أوكرانيا ضعيفة جداً ولكنها مستعدة كما تقول بعض المعلومات لتحريق قواتها باتجاه هذين الإقليمين وهذا الأمر لشك أن روسيا تأخذه بعاني الاعتبار ولكنها لن تبدأ ولن تبادر بأي عملية عسكرية وبالتالي روسيا تتمسك بالعقيدة الدفاعية التي تفيده بضرورة الرد على أي استمساج من قبل طرف آخر يعني نحن لن نتحدث عن أوكرانيا واحدة فحصت وإنما عن الأسلحة الأمريكية والأطلاسية التي يزود بها الجيش الأوكراني فأذي الأسلحة أيضاً استخدامها سوف يشكل خطراً على أمن روسيا جيد من موسكو المحلل السياسي يفجيني سيدروف شكراً جزيلاً لك على هذه المشاركة نشرة الخامسة مستمرة فيها أيضاً ثلاثة وثمانون قتيلاً على الأقل جراء عصير هائلة في الولايات المتحدة أهلاً بكم من جديد عزائي المشاهدين بالطبع نحن بانتظار وقائع جلسة مجلس الوزراء السعودي هذا اليوم الذي سيترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز سيكون هناك كلمة للملك سلمان وكلمة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان كذلك من المرتقب الإعلان اليوم عن ميزانية العام 2022 في المملكة العربية السعودية والأرقام الختمية للعام الحالي على كل المزيد من المتابعة تنضم إليه الآن الزميلة ندين هانيلي تعطينا أبرز التوقعات والأرقام في هذه الميزانية ندين أهلاً وسهلاً بك تفضلي مساء الخير طالب مساء الخير مشاهدينا نحن بانتظار في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء من بعدها تصدر أرقام الميزانية ما الذي نترقبه بالأرقام طالب أولاً نترقب الأرقام الفعلية لعام 2021 يعني ما الذي تحقق نحن نعلم أنه بكل سنة تصدر الميزانية من بعد درجة العادة بالفترة الأخيرة أنه بنصير في أبديت على الأرقام فنحن آخر أبديت كان عنايها بسبتمبر الماضي توقعات للعام 2021 اليوم تصدر الأرقام الفعلية المحققة للـ 2021 هل هي مطابقة لما سمعناه بسبتمبر وأيضاً تصدر ميزانية عام 2022 ما الذي نتوقعه خليني أعطيك صورة حسب المعلومات التي لدينا حتى الآن بسبتمبر الماضي كانت توقعات بأن يبلغ عجز الميزانية للعام 2021 85 مليار ريال أكيد هذا أقل بكثير من العجز الذي كان متوقع بمطلع 2021 لأنه بمطلع 2021 كانت صورة مختلفة بالنسبة لأسعار النفط كنا بخضم أزمة كوفيد فبالتالي لا ننسى أن أسعار النفط مرتفعة بشكل كبير هذه السنة وبالتالي هذا متوقع أن يقلص العجز لذلك بسبتمبر توقعت المالية بالسعودية تقليص العجز هذا العام إلى 85 مليار ريال فإذا ننتظر اليوم لنرى ما إذا كانت فعلاً هذا هو العجز المحقق هذا مع العلم طالب أنه ارتفاع أسعار النفط أدى إلى فائد بالميزانية بالربعة الثالث يعني الربعة الثالث من العام الحالي كانت أعلنت أرقام الميزانية كان في فائد 6.7 مليار ريال بالربعة الثالث وكانت على مدارة 9 أشهر تقلص العجز إلى 5.4 مليار ريال فقط فهنا السؤال هل سننهي السنة بعجز 85 مليار هذا بيكون بيعني أنه أنفقوا معظم الميزانية بالربعة الرابع لحتى يوصلوا للأرقام المستهدفة السؤال الثاني نحن نعلم أن المملكة بالفترة الماضية وضعت برنامج التوازن المالي من المفترض أنه 2023 هو عام التوازن المالي اليوم السؤال مع تنويع الاقتصاد الذي تقوم به المملكة مع البرامج التي اعتمدت برامج الرؤية ومع ارتفاع أسعار النفط هل سيتحقق التوازن المالي قبل 2023 فهنا السؤال هل ميزانية 2022 ستحمل معها فائد أم عجز هذا هو السؤال الأكبر الذي ننتظره اليوم متفقلين أنه ارتفاع أسعار النفط قد يساعد وأيضا تنويع الاقتصاد هلأ لمن سطالب بعض الأمور المستجدة أنه الانفاق على كوفيد يعني كوفيد هو موضوع هنا أنا ندين كنت أسألك في موضوع تعرف أنت الموازنة أنت خير من يعلم الموازنة هي حاصل النفقات والإيرادات هل من معلومات توفرت لديك عن أين سيتركز الانفاق بشكل أكبر في موازنة 2022 أم لا حتى الساعة لمعلومات ما نعرفه طالب أنه الانفاق الرأسمالي بالمملكة لم يعود كله بميزانية الدولة نحن نعلم أنه صندوق الاستثمارات العامة أصبح ينفق جزء كبير من هذا الانفاق تعهد صندوق الاستثمارات العامة بأن ينفق 150 مليار ريال محليا سنويا بالاقتصاد فبالتالي من هنا هذا بخفف العبأ على ميزانية الدولة لذلك ميزانية الدولة جزء كبير منها سيكون تشغيلي اللي هو الرواتب وغيره وأكيد فيه انفاق رأسمالي بس لا شك بأنه جزء كبير من الانفاق سيأتي من صندوق التنمية الاقتصادية ومن صندوق الاستثمارات العامة ولا ننسى أنه PIF صندوق الاستثمارات العامة من خارج الميزانية فبالتالي حتى عندما نتحدث عن الانفاق بالميزانية هذا ليس هو لا يشمل كل الانفاق الفعلي الذي يدخل إلى الاقتصاد لأنه بدنا نضيف له 150 مليار ريال التي ينفقها صندوق الاستثمارات العامة بشكل سنوي لا ننسى أنه صندوق الاستثمارات العامة عم بيقوم بأربعة جيجا بروجيكت بالسعودية يلي هي نيوم، القدية، البحر الأحمر وروشان هاي كله انفاق من خارج الميزانية هذا يأتي من صندوق الاستثمارات العامة فبالتالي أي انفاق نتحدث عنه داخل الميزانية هو خارج هاي الأبواب اللي هي محرك لا ننسى أنه البي آي اف جزء كبير مما يقوم به هو استثمارات تؤدي إلى ما يسمى بيكناميك ملتيبلاير عالي يعني تؤدي إلى ارتفاع بالحركة الاقتصادية من جراء الانفاق الذي يقومون به هلأ بيبقى أكيد أن نرى انفاق على الصحة انفاق على التعليم هاي الأبواب الترديشنال عادة من نظر للميزانية بس تغيرت إذا بدك الأولويات بكيفية نظراتنا إلى الميزانية هذه الأيام أصبح مهم لدينا أن نرى الإيرادات غير النفطية بسبب تنويع الاقتصاد كما أصبحت تمثل ممتاز وأيضا الانفاق الذي هو من خارج الميزانية ندين دائما شكرا بعض بعض أمرين بدنا نتراقب أول شي شكرا جزيلا لك دائما ندين على هذا الشرح المفصل والواضح من الرياض ندين هاني شكرا جزيلا لك وبالطبع بانتظار أرقام الموازنة سنكون معك فور ورودها شكرا جزيلا لك ندين أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة وذلك قبل أسبوعين من موعد إجرائها ولم تحدد المفوضية موعدا جديدا لنشر القائمة وهي الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية حيث يفترض نشر القائمة النهائية بعد أسبوعين من انتهاء الطعون والسئناف قرارات المحاكم المتعلقة بالمرشحين بحسب اللوائح المتعلقة بالانتخابات وفي تفسيرها لهذا التأجيل قالت المفوضية العليا للانتخابات في بيان لها أنها لم تنتهي من بعض الإجراءات القضائية والقانونية قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين السلاح في ليبيا أزمة ممتدة منذ عهد القذافي وازدادت عقب سقوطه بانتقاله إلى يد الميليشيات ثم تعدت الأزمة الحدود بعد أن تحولت ليبيا إلى نقطة تهريب للسلاح لدول الجوار متحف سلاح يضم قاعات عرض تثير استغراب مفتش الأسلحة ورعب المعنيين بسلامة البشر هكذا وصفت هيومان رايتس ووتش ليبيا في عهد معمر القذافي حين كان السلاح متاحا للجميع فوضى السلاح عمت البلاد بسقوط نظام القذافي وأحكمت الميليشيات قبضتها عليه ليس هذا فحسب بل تضاعفت كمية الأسلحة الواردة إلى البلاد خلال العشر سنوات الأخيرة لتصل إلى 29 مليون قطعة لو وزعت على الشعب لكان نصيب الفرد الواحد أكثر من ثلاث قطع من السلاح ما جعل ليبيا تضم أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة بما بين 150 و200 ألف طن من السلاح في جميع أنحاء البلاد بحسب تقارير الأمم المتحدة التي كشفت أيضا أن الفوضى بدأت في 2011 عندما كان المحتجون يسيطرون على منطقة ما فيتوجهون إلى معسكرات ومخازن السلاح ثم أقبلت الجماعات المسلحة على شراء العتاد العسكري من الخارج وتخزينه بوتيرة متزايدة منذ 2014 وفي 2018 كانت مصراطة وجهة استقبال لأنواع مختلفة من الأسلحة والقذائف المضادة للدبابات ومنظومات الدفاع الجوي ثم جاء عام 2019 لتتوالى الشحنات الضخمة من الأسلحة التركية التي وصلت إلى الميليشيات عبر مطاري معتيقة ومصراطة حظر التسليح الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا ويتجدد بشكل متكرر لم ينجح في وقف شحنات السلاح خاصة التركي والروسي التي أغرقت البلاد في الفوضى ووصل فيضانها إلى البلدان الأفريقية مثل تشاد والنيجر ومالي ودول الجوار كمصر وتونس والجزائر ما دفع الاتحاد الأفريقي للتحذير من أن الوضع في ليبيا جعل منها مركزا لتوزيع السلاح في أفريقيا وحول الأراضي الليبية إلى منطقة عبور وانطلاق لأخطر أنواع الجريمة المنظمة تجارة السلاح لعشر سنوات ظل السلاح منفلتا في البلاد وتم تكبيله بصعوبة عبر اتفاق وقف إطلاق النار قيود قد تكسرها أي توترات مع حالة الاحتقان التي قد تحدث خلال أو بعد الانتخابات خاصة وأن أصابع الجميع لا تزالوا على الزناد منا مصطفى العربية قتل 83 شخصا على الأقل في خمس ولايات أمريكية وسط وجنوب البلاد جراء عصير وعواصف وصفها الرئيس جو بايدن بأنها مأساة تفوق التصور غضب الطبيعة يجتد على بعض ولايات أمريكا فيحيل بعضا من أراضيها إلى ساحة حرب بل ربما أسوأ وفقا لحاكم ولاية كنتكي التي أحصت مقتل العشرات ما دفع السلطات فيها إلى إعلان حالة الطوارئ واعتبرت مدينة ميفيلد التي تضم عشرة آلاف نسمة الأكثر تضرورا في الولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف الأعاصير التي خلفت عشرات القتلى بالمأساة التي تفوق التصور مؤكدا عزمه التوجه إلى كنتكي أراقب الوضع عن كثب قد تكون هذه الأعاصرية الأكبر في تاريخ بلادنا إنها مأساة حقيقية الرئيس بايدن أشار إلى أن الحكومة الفيدرالية تبذل قصارى جهدها لمساعدة الولايات المتضررة من الأعاصير المدمرة يوم مفجوع وصعب للغاية بالنسبة لولاية تينيسي هناك دمار هائل في مواقع متعددة ويرى العلماء أن التغير المناخي يقف وراء الكوارث الطبيعية والاضطرابات الحادة التي تشهدها عدة بلدان حول العالم أطول إعصار أمريكي تم تتبعه كان عاصفة في ولاية ميزوري عام 1925 حصدت أرواحها 695 شخصاً نور الحصني العربية نشراتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل 5% من أيتام العالم من العراق والتسرب المدرسي في المرحلة الابتدائية يتجاوز 90% أهلا بكم جديد أعلنت وكالة الأمن الصحية البريطانية أن المتحور أوميكرو ينتشر بسرعة في أنحاء البلاد مشيرة إلى أن الجرعة المعززة من اللقاحات لا تمنع الإصابة به إنما تخفف أعراضه وتوقعت الوكالة أن يصبح أوميكرون السلالة المهيمنة من الفيروس في أنحاء بريطانيا بحلول منتصف الشهر الحالي موضحة أن الجرعات المعززة من اللقاحات توفر حماية بنسبة تتراوح بين 70 إلى 75% من الأعراض الخفيفة لأوميكرون هذا وأعلن عالم المناع الروسي نيكولاي كريكتشوف أن اللقاحات المعززة التي تأخذ بعد 4 إلى 5 أشهر من تلقي اللقاحات الأساسية قد تحمي من متحور أوميكرون الجديد وقال كريكتشوف أنه من الضروري الانخراط في إعادة التطعيم بشكل عاجل بالتزامن مع حملة التطعيم موضحا أن إعادة التطعيم المبكرة توفر نسبة جيدة من الأجسام المضادة وتساهم في تعزيز المناع وأكد العالم الروسي أنه من الأفضل تلقي الجرع المعززة بعد 5 أشهر في الظروف العادية وأربعة أشهر بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة أظهر بيانات لمفوضية حقوق الإنسان في العراق وجود 5 ملايين يتيم يمثلون نحو 5% من إجمالي الأيتام في العالم كما كشفت البيانات عن انخراط مليون طفل عراقي في سوق العمل إلى جانب افتقاره 45 ألف طفل لأوراق ثبوتية رسمية نتيجة انتماء أبائهم لتنظيم داعش وبحسب المفوضية يحتاج العراق إلى 8 ألاف مدرسة في الوقت الذي بلغت فيه نسبة التسرب وترك الدراسة في البلاد 73% من إجمالي المراحل الدراسية 91% منها في المرحلة الإبدائية فقط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أظهرت نتائج إحدى الدراسات الرسمية ضعفا كبيرا في مستوى استيعاب التلاميذ في المغرب لدروس اللغات والرياضيات على وجه الخصوص ما يشكل تهديدا جديا لتطور منظومة التعليم في المملكة حسب ما قال خبراء بداية يوم دراسي جديد في ثانوية من مدارس التعليم العام في حي شعبي بالرباط قائمون على هذه المؤسسة يصب جهدهم على تقليص الفوارق التي تحدثت عنها دراسة رسمية بين مستويات تلاميذ المدارس الخاصة والعمومية في اللغات والمواد العلمية تدريس اللغة الأجنبية كان له وقع كبير على تدريس المواد العلمية حيث سهل الانتقال من التدريس باللغة العربية في هذه المواد إلى التدريس الفرنسية كان هناك مرور سالس وفيما يحرم ضعف مستوى تلاميذة الابتداء والإعداد ثلثة تلاميذ من اكتساب الموارد الضرورية لمتابعة دراستهم وفك ما شاء في الدراسة تبدو هذه التلميذة محظوظة محمد آضرور هو المسؤول عن التعليم في العاصمة المغربية وقد رد على أسئلتنا حول تقييم التعليم العمومي وشهود إصلاح المنظومة التربوية في المغرب بالنسبة للفوارق التي تحددتم عنها وهي فوارق موجودة بين القراوي والحضري وبين تلاميذ التعليم الخصوصي وتلاميذ التعليم العمومي هذه كلها فوارق تحاول الحكومة مواجهتها بإصلاح عميق للبرامج والمنائج نحن الآن بصدد جني ثمار وحصاد مرحلة حاسمة في تاريخ هذه الإصلاحات الآن لدينا تلميذ مغاربة يتقنون اللغة الأجنبية ويدرسون العلوم والتكنولوجيات بهذه اللغات وتحاول الحكومة المغربية النهوضة بالتعليم من خلال تطوير البنية التحتية للمدارس ومراجعة المناهج واكتتاب المزيد من المدرسين وفق شروط جديدة خليل الجدود العربية رباء نشرة الخامسة المفصلة من العربية انتهت أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة